طبعا هارا شكلها بالليل وقت تكون الضوطع فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلونكم وحبايب قلبي إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير يا رب انتم تشوفون هذا الفيديو طبعا هاي الوردة أهديها لكل إنسان داعيشوفها الفيديو ربي سعدكم جميعا شباب وصبايا منورين هذا الفيديو وهاي القناة ربي سعدكم طبعا حبايب قلبي وأصدقائي مثل ما تعودتم إنه هاي القناة رح يكون أغلبيتها صناعة شغلات يدوية من أشياء بسيطة بالبيت واليوم جايبت لكم شغلة إن شاء الله رح تنفعكم بالديكور شثير 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 حلوة ورح تزبط مع أي حدا رح يسويها طبعا لأنه هي سهلة جدا وممعقدة فخليكم مع الفيديو لحتى تشوفون ما رح نسوي اليوم ديكور من شغلة بسيطة جدا جدا طبعا حبايب قلبي أشكركم شثير على الدعم لهاي القناة وإذا أول مرة أنت تشوفني هاي القناة أغلبية تجع نصنع شغلات يدوية إذا ما انت شايف الفيديوهات السابقة رح نزل بالقناة سوي لك دور سوي لك قتلة شوف شمسوين طبعا حبايب قلبي اليوم الديكور رح نسوي من شغلتين أساسيات هي قناة الكولة وورقة الفوم وورقة الفوم اللي ما يعرفو يجي ورق لاصق من ورا ومن هاي من على الوجه يجي لمع طبعا يا غوالي اليوم ما رح نعتاز ان القدنينة إلا الطرف هاذ هذا رح نكبه أول شي ندصل حتى نتحكم بها مضبوط طبعا يا غوالي للبنات اللي طلبت مني شن هو نوع اللاصق اللاصق هو سيليكون تقريبا معروف بكل الدول شايفات أكثر شي يستعملونه للأبني وهي تشغلات إذا انتي ما عرفتي خلي أبوش مثلا أو أخوش حدا يشتغل بالبناء فورا رح يعرفوه و بنفس الوقت الشمعة زادت الصير المهم شي يلزق لأنه شغلنا أغلبيته بالورق والورق ما بده لاصق يكون ماكن مضبوط رح ننقص شغلة اصبع تقريبا الجوز ما رح يلزمنا كله رح نشوف شقات رح يلزم رح نحطه كله لانه ما يستهل ننقص منه أصلا طبعا مثل انتي شايفات هذا الورق يجي لاصق من الورق و حتى مو غالي شتير يعني لقلنا برمكتبات و يلزق على أي شيء نحط عليه جوز يعني ببنات تعرفوا بس جوز ببنات زاد ما تعرفوا عاليا خلصنا من المسكة طبعا مثل ما قلت لتشن هي شغل الديكور ليش تعطي موديل حلو طبعا يا بنات اول شي قصنا الطول بعدين قصينا الورقة على قد القنينة مثل ما تنشايفات رح نشيل الورق الحافظ و نلزقه نحاول يكون متناسق مع بعض شوي لحتى يطلع منظر و حلو مثل ما تنشايفات ما بده اي عذاب و اي لبكة طبعا اذا طلع زيادة مثل هيش ما يخالف انه نرجع نطوي على القنينة بالعكس يعطي منظر حلو طبعا هو يلزق بكل سهولة طبعا هيا رح نكملها بس شوفوا يا بنات من جوة اللزقوا على موجب القنينة شايفات شكت طرع منظر و حلو رح نرجع نحط له تكملة طبعا حبايب القلب لحد الان ما نعتبر متعذبين بها لانه كله لاسق ما حطينا و بس قص قصنا و لزقنا يعني ما عندكم اي حجة انكم تقولون عليها انها متعبة او ما عندنا وقت فاضي لانه اغلب البنات قول والله نيال شبالش فاضي و ما اعرف ايش بس والله عندي عائلة وعند وولاد بس احب هيش اتفنني يعني طبعا بما انه اي شغلات احتفظ باي شغلة هيش مثل تنقطع من اللبس او شي ثاني احتفظ بيها لانها جديدة تقريبا و مقطعت من بلوزة فرح تلزمني بهذا الديكور اني احطها لحزهيش طبعا انا ما عارف على تجربتي للبنات انه كلياتنا نحتفظ بالشغلات المثل هاي لانه نعارف رح يجي يوم وتلزمنا طبعا حاليا رح نحط له شوي تلاصط لانه هي ما بدها زيادة نحاول نحطها عن نصف قد ما قدرنا احس هتعطيها شكل حلو طبعا هي لزقت فورا لانه ما بدها شي طبعا حبايب قلب الوردات هذنم سويتن في فيديو سابق هذا الورد تلاقونه في فيديو الاحرف والورد هاي تلاقونه في فيديو البرواز مشان ما تسألوني انه الورد هذا منين جبتي او شون سويته اذا حابين شوفوا ما الطريقة بالفيديو طبعا رح نعتاز الوردات هذنم لانه نثبتن المكان بس سلة طبعا حاليا انا رح اقولها سلة طبعا يا غوالاني متواجد عند الخرز هذا وانتم اي شي بتكم اياه مثلا خيات كلفة او اي شي ثانا تحطونه على السور هذا يزبط خصوصا يطلح له واني تواجد عندي هذا الخرز فلذلك رح اثبته طبعا ما بده اي شي لانه الحب نعم بس حطيتنه نقطة تلاسق خلاص مشا حالها لزقت على الورق طبعا الموضوع سهل جدا خصوصا اذا كان عنديش وقت فاضي والله تطلع معا الشغلات حلوة صدقا يا بنات بناس تشتغل على هذا الامور وتبيعها يعني بين اسوان مثلا ما ما هي فاضية بس بنفس الوقت تحب الشغلات اليدوية فتقوم تشتري هيت شغلات يعني بالنسبة لي يعني هيت شغلات بديكور يعني يكون بسيط حلوة ما رح نقول فخمات وماركة ومعرف ايش بس كا احنا البسيطين نحب هيت شغلات بسيطة طبعا يا بنات انا قيارت رأييي حبيت اسوها هيش حسيتها تطلع احلى طبعا يا بنات مثل ما انت شايفتها الورقة هذا اللي زاد منها يعني ما عتزنا غير ورقة وحتى زاد منها فلذلك ما كلفت شي نهائيا اول شي رح طبعا هي تلزام مثلا تقدرين تحطين بها اقلام تقدرين تحطين بها ادوات مكياجية يعني هي شغلات زاد شكلة حلو جدا خصوصا لديكور البنات يعني بينما متجوزة اذا ما تحافظ عليها والله والله ها 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 لان انا عرف من ولدي يا بنات والله طبعا يا بنات تقدرين انه اذا ما عندش ورد تقدرين تنزلين على فيديوهات سابقة لها جواب القناة انا مسوي بها طريقة ورد شي حلو فخم زاد تطلع حلوة وغير شكل وخصوصا يا بنات بغرفة النوم هيش موديل جدا جدا حلو ما عرف زاد بالنسبة لي حلو طبعا يا بنات هاي الوردة مسويتها من ورق مثل ما انتنين شايفات تقدرون تشوفنا الفيديو وتسوينا الطريقة زاد شتير حلوة وتنفعتش بديكور البيت حتى لو ما سويتنها للسلة هاي ما عرف قيملي السلة هاي وان شاء الله يارا بتكون عجبتشن طبعا هذا شكلها بالليل الوقت تكون الضوطة فيه حطيتي بقالبها ضوء او لمبة او هيتش زاد تطلع بالحيل حلوة طبعا مثل ما انتنين شايفات لازم نضال على طول متفقلين بالحياة ولو منشوفي شغلات حلوة احنا مسوينا عن جادة ولدت تغى بالنفس فشوكم؟ مبعيد تحسونها كأنها ضوية يعني تاطي هيش رونق جميل اتمنى انكم تحطوا اللايك للفيديو حبايب قلبي وتدعمونها يا القناة مشان استمروا واسعلكم شغلات احلى منيش وليهان حبايب قلبي الفيديو طول عليكم ونقولكم مع السلامة وبامان الله نشوفكم حلقة جديدة سلام